شوف الاسبري جامد تذكرون الفيديو اللي سويته عن فورست بلند سينيرجي من سينتولوجيا هذا أكثر عطر قاعدين باع منهم في الفترة الأخيرة عطر فواح جدا ويحبونه الجنسين العطر يتميز بدمج من الروايح ففيها الريحة الزعفرانية فيها الريحة الورج فيها الريحة العمبرية فيها الريحة اللوز وفيه مكونات كثير مختلفة الريحة الأشبية ولكن أكثر شيء طاغي في العطر هي الريحة الفاكهية جاية من الأنناص جاية من التفاح جاية من المنقة اللي هي النوت اللي يمكن تشوفها واضحة في بداية العطر عطر جذاب يحبونه الجنسين بالذات الجنس ناعم أكثر ولكن ينفع للاثنين الدي اناي اللي موجود في بكرات روج تحس كأنه موجود بها العطر لكن مش بشكل واضح وصاخب كده ولكن العطر جميل وأداعي جمل الغرشة الأولى طارت مني فها الغرشة الثانية وتشوش كثر بادي منها العطر الثاني عطر خشبي تابلي زعفراني جلدي ففيها الجلد فيها الزعفران فيها النوتات الخشبية اللي جاية من الفتبر نجيل الهند فيها كذلك النقرموثة اللي تعطي لمسات عودية جميلة أحبها وكذلك فيها اللمسات الحمضية اللي جاية من البرغاموت وأعتقد الجريب فروت فعطر جميل ولكن أشوفها أفضل للشتة ما ينفع للصيف في وجهة نظري أحسن حق الشتة تكلمت عنها عطر فورست بلند من العطور الأولى اللي عجبتني في الشركة هذا أول عطر خذته بس اليوم هذا رقم اثنين وننتقل حق اللي بعدها العطر اللي بعدها رقم ثلاثة بالنسبة لي أوفردوز أنا عندي أربع عطور اليوم طيب فبتكلم بس عنها أوفردوز الله يسلمكم من العطور اليديدة كذلك اللي يتميز في العطر كمكون أساسي يوم تقرون في فرقرانتكا هو القنب نعم القنب ولكن القنب ما هو متغلب على الأطر لأنه فيه الأمسات حمضية تصارع هذه الريحة فموجود البرغاموت وموجود كذلك الجريب فروت وكذلك مش متغلبين فصاير نفس الصراع بينها وبين هالمكونات فيه مكونات ثانية فيه الثايم الزعتر فيه المسك فيه العمبر فيه البتشولي فيه الفيتذر فيه مكونات كثيرة فيه القاردينيا ولكن بشكل عام تحس أن ريحة جاية شوية حمضية مع أشبية جاية من القنب جاية تمازج جميل ولكن يوم تركز تقول هل هالريحة مرت عليه من قبل؟ يمكن تشم فيه في بطن العطر ريحة بربلعود ولكن ما أخذ شوية من حنم اختلف ما هو عطر بالنسبة لي صيفي يميا باليميا تقدر تستخدمه طول السنة ولكن فيه أماكن مكيفة أفضل لأن ريحتها حلوة نعم فيه الريحة الحمضية ولكن ممتازة مع الريحة الأشبية اللي ذكرتها في أول شيء فيستحق التجربة أوبردوس العطر الأخير هو عطر سياج عطر سياج أول ما ترشه على طول بيجي في بالك أطر إربافورة ولكن ماهو نفس الريحة شوفوا الفواكه مع الحمضيات اللي في العطر في افتتاحية العطر تعطيك كده عن طباع سريع كأنه يشبه هربا بورا ولكن العطر يختلف تماما والله العظيم يختلف أول ما يبرد يعني ومو بسرعة يعني مو بسرعة عفن مو بيطول يوم يختلف تعطيه عدة دقائق على طول يختلف والريحة الفاكهية الحمضية اللي موجودة في بداية العطر تروح ويبتدي العطر يطلع لك النوتات الثانية مثل الجلد اللي هو طاغي أصلا في العطر فيها مكونات خشبية فيها البندق فيها مكونات كثيرة في العطر ما أبي كلها أذكرها لكم تقدرون نجشون لنا أولاين وتشوفونا ولكن بشكل عام العطر يعطيني طابع جلدي تابلي باستثناء الفتتاحية الفاكهية اللي ذكرتها لكم يوم يبرد العطر يتجاه مختلف يستحق التجربة جربوه ولكن حطوا في بالكم أن هذا العطر ما هو السنساخ لعطر إربابورة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله